عدد إصابات كوفيد-19 في ارتفاع والعالم يترقب ظهور لقاحات ضد الفيروس خبراء يحذرون من التسرع وآخرون ينتقدون آثارها الجانبية ودراسات جديدة تشير إلى أن الحصول على لقاح الإنفلونزة الموسمية قد يوفر الحماية الحيوية ضد كوفيد-19 دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة البريطانية أشارت إلى أن خطر الوفاة يتضاعف إذا تزامن مرض الإنفلونزة الموسمية مع كورونا وأشارت دراستان إيطالية وبرازيلية شملتا أكثر من 100 ألف مريض إلى أن التطعيم الروتيني ضد الإنفلونزة يقلل حاجة مرض كورونا إلى دخول المشافي وخصوصا العناية المركزة ووجدت الدراسة البرازيلية أن معدلات الوفيات قلت بنسبة 35% لدى تلقي لقاح الإنفلونزة يفسر بعضهم ذلك بأن لقاحات الإنفلونزة تسرع عمل الجهاز المناعي وبالتالي تبطئ مسيرة فيروس كورونا أو تدرب الجهاز المناعي على الاستجابة لفيروس كورونا في حين يرى آخرون أن لقاحة يعزز قدرة الجهاز المناعي على التخلص من البيروس أو يقلل الاستجابة المناعية المفرطة لدى مرض الأعراض الحادة منه لقاح الإنفلونزة يعد الآن من أكثر الأسلحة الوقائية ضد بيروس كورونا وقد يكون أحد الإجراءات الفعالة ضمن خيارات محدودة يمكن اتخاذها هذا الشتاء ما يفسر زيادة الطلب على لقاح الإنفلونزة في القارة الأوروبية